أستاذ كمال إيجيب تريد أنتو بقى عندوكو حاجات كتيرة جدا آه فعلا هو إحنا بدأنا في سنة 2000 ومتستور بيش 2000؟ 2000 أقرأي بأول مبارح أول مبارح بالضبط كده والبداية كانت في شهر مارس أول مارس 2000 بدأنا بصناعات خفيفة وتحولنا أو دخلنا صناعة البسكويت وإحنا الحمد لله طاقتنا الإنتاجية من أكبر الطاقات الإنتاجية في مصر وبنغزي وزارة التربية والتعليم والأمم المتحدة بسكويت طمر وبسكويت سادة وكان تارجة مهمة بالنسبة لي في البدايات أنه أصد المنتجات اللي بتيجي من بره كانت هواية عندي يعني بدأت بمنتج صغير كان لبان بالعسل بيجي من تركيا ومن كوريا ومن سوريا سفرت وجبت خط وربنا وفقنا وكت ليدر السوق اللازلت في الحتة دي وبنصدر منه كويس اللبان اللبان وبعدين دخلت على المارشميلو وبرض مارشميلو آه وتفوقنا الحمد لله وصدّت المنتج التوركي والمنتجات دي يعني في مصر فيه مارشميلو مصري أنا هقولك المفاجأة آه إحنا يعني إحنا كنا بنتفرج عليها بما كان من الكيس بخمسين وستين جنيه النهاردة بنزل قطعة مارشميلو بجنيه علشان الناس أهلينا اللي هم في القرى والحتة دي يأكلوا المارشميلو هي برضو حاجة لذيذة يعني آه يعني ومش مهم معاوي لكن حجمه كبير في السوق وقدرين ناخد يعني إحنا ليه در السوق في المارشميلو الحمد لله بتعملوا ايه تاني بيعتقد بتعملوا شيبسي ما أنا هقول لحضرتك فيه صناعات تاني مصاصة وحاجات تانية في إيجيب تريد دي مجموعة صناعات حلوات والشوكالاتة على استحياء عشان رأفت أيوة هتنفس بقى في لا 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 شفناش أي شوكالاتة كوفيرتينة كوفيرتينة دي حاجة يعني وعلاقتنا بالنفس جميلة طبعا طبعا وبعدين شركة فوكس الحمد لله طبعا شركة كبيرة في مصر شبسي بطاطس فوكس آه ويه عندنا يعني هي هو مصنعي تلت مصانع مصنع بطاطس مصنع منتجات الدورة وده بينافس بشكل قوي جدا المنتجات الموجودة في السوق ويه عاملين صناعة تكملية مصنع كرتون الهدف من الكلام ده خفض التكلفة ومواجهة المنافسة العنيفة في السوق آه وعندكو انجوي كمان ده لسه حضرتك لسه حضرتك يعني لسه لسه بقى شركة مصر اكتوبر اللي هي المصريين القديمة بتاعت الجبنة الملح الخفيف آه والجبنة القريش والحاجات دي وعندنا عصير انجوي وده كله بيتصدر الحقيقة برا آه معدق نسبة تصدركوا قد ايه بقى من بصي وكل شركة ليها طبيعة خاصة بيها آه بأرقام كويسة يعني في الآخر مجموعة الشركات ممكن تعمل حوالي 300 مليون دولار 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 آه وعندنا شركة بس دي دي في السادات شركة اسمها الشركة دولية ودي قيمة على صناعة وتجهيز الخضار والفاكهة للتصدير يعني الفراولة دي بتبقى محجوزة المصنع محجوزة لفترات طويلة والإيطاليين بيجوا يدوروا على الخرشوف اللي هو الناس دلوقتي ما بقتش تعرفوا زي الزمان كنا بنكلوا ناية زمان الخرشوف وبتصدروا الأرنبيت والبروكلي والحاجات دي فهي مجموعة شركات وهو توفيق ربنا وبنجتهد في المنافسة وبنصد مع أي شركة مالتنشنال في مصر شكرا